اشتركوا في القناة على الحس الوطني للنادي الاهلي ومسؤوليه ولا على الدور المجتمعي اللي مجلس هدارة النادي الاهلي دايما حريص عليه ولا على حالة الانضباط والالتزام اللي الاهلي دايما وابدا بناشد جماهيره بيها دعما لكل المواقف الوطنية ومساندة كل الفرق والمنتخبات الوطنية الموقف العربي الموقف العربي اتساقا من مسؤولية الاهلي بالدور القومي بتاعه لان احنا لو هنتكلم على الدور القومي للاهلي ناس كتير لازم تسمع ولازم تتعلم عن هذا التوجه القومي البعيد للنادي الاهلي من عقود ناس كتير لازم تتعلم الدرس الحقيقي في عروبية النادي الاهلي ودور النادي الاهلي ومسؤوليت النادي الاهلي مش من دلوقتي عقود طويلة جدا للعايز زايد دلوقتي النادي الاهلي نقرأ الاول بس قراره في الشأن العربي ونشوف توابع او حيثيات هذا القرار وده وفعه اسبابه قال مجلس ادارة النادي الاهلي في البند الثامن مقطعة البطولات العربية القادمة بسبب الاساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس ادارة الاهلي الممثل الشرعي للنادي واعضائه وجماهيره الامر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض ان تجمع الاندية العربية على الحب والاحترام المتبادل ده نص القرار وقال الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة طبعا ومنأشة ما يستجد لكن في البند العربي حد فيكو تاية عن كل ما يحدث للاهلي من تجاوزات في حد مش شايف حجم الاساءات حد يقدر ينكر كل اللي بيحصل حد يقبل كل اللي بيتقال طب اذا كان كل اللي بيحصل مرصود ومعروف ومتسجل ومنشور وطالع وهكذا لسه بيتكلمني على مظلة واحدة وعلاقات مفروض علي ان انا اراعيها النادي الاهلي لمن يجهل عروبية النادي الاهلي ودوره القومي مش من دلوقت النادي الاهلي لما حاب يشارك في هذه البطولة اتقال لا قصوا عشان الجائزة بتاعتها كبيرة لا يا سيد والله الاهلي اخذ على عاتقه سنة 95 احياء البطولات العربية بقوة اللي انتو شايفينه قدامكو في 95 ابان رأسة المغفور له بإذن الله سمو الامير عبدالله الفصل سمو الامير فصل بن فهد رئيس الاتحاد العربي وقتها واستمرارا لعلاقة النادي الاهلي العربية من ايام سمو الامير الراحل عبدالله الفصل في 95 بين مجلس دارة النادي الاهلي مع الامير فصل بن فهد الاهلي بعد مساب البطولات الافريقية اتجه بكل قوته وبكل خبراته وبكل جماهيره صوب البطولة العربية سنة 95 شوفوا من كام سنة واستضاف كأس الكؤوس العربية الخامسة في مصر المهندس عدل القيعي وقتها طبعا لكانت لجواز ده بالعكس الاهلي صرف مصاريف كتيرة صرف كل السباب ما عرفش كان موقفه ميه وقتها لكن وقتها سنة 95 كان الاهلي عربيا ملء السمع والبصر وكان بيشارك في هذه البطولة بكل الثقل وبكل قوته وبكل جماهيره وبعلى حسابه هذه الاستضافة الكبيرة جدا لهذه الوفود العربية الشقيقة ولو كان الوقت يتسح كنا هنعرض كلمات سمو الأمير الراحل فصل بن فهد والأستاذ عثمان السعد على الجميع رحمة الله من الإشادة والامتنان والسعادة بهذه الاستضافة الكبيرة من النادي الاهلي للبطولة العربية فهذا الدور العربي ما حدش من حقه يزايد مع الاهلي فيه كنت مدير للبطولة دي باشمانس البطولة كانت أول مرة النادي الاهلي حينظم بطولة كبرى على هذا المستوى البطولة العربية وأسند إلي أن أكون مدير وكنت مدير النادي كنت مدير النادي بس اختاروني مدير البطولة أي وكان فيه مكر إقامة دائم في أحد الفنادق الكبرى لإدارة هذه البطولة إحنا استحتسنا من الوسائل التنظيمية في هذه البطولة ما جعلت الاتحاد العربي يغير في نظامه لدرجة أنهم عملوا تقليد أن كل مدير بطولة نظراً للمجهود الكبير اللي تبازل يبقى هو ضيف البطولة التالية يعني بطولاته بتاع علشان تأسياً بما شاهدوه هنا خلاص أنت عملت النموذج عملنا النموذج وهي دي كانت اللبنة اللي إحنا حطينا كل اللي جان لجنة العلاقات العامة لجنة الإعاشة لجنة الانتقالات لجنة الشكاوى لجنة يعني كل اللي جان اللي هي كانت منوض بيها كل صغيرة وكبيرة لجب حتلاقي لها لجنة مسؤولة عنها حد كنت بتنظم حدث على مسؤولة كاس عالم مش على مسؤولة كاس عرب وصلناهم من ينزلوا من الطيارة وهم في الطيارة اتعملت إجراءات الجوازات ماقفوش وجم على الفندق كان قابلها باسبوع أنا طالب كل بيعسة يقولوا لي كل اتنين في قوضة مين مع بعض لقوا المفاتيح دخلوا المفتاحة هو محطوط فلان وفلان خدوا واطلع قطك ما عدوش خمس دقائف اللي هو بتاحت حطوا نفسكوا انزلوا تصوروا خدوا الاي دي بعد نص ساعة كان كل بيعسة توصل بعد نص ساعة تبقى وكل الوفود العربية في فندق واحد كبير وتبتدي اليوم الصبح باجتماع مع اللجنة المنظمة العلية بالاتحاد العربي وينتهي بلجنة منظمة داخلية للجنة بتاعة إدارة البطولة اللي أنا كنت رئيسي أنا ليه بقول الكلام ده لأن حجم الانفاق من النادي الآلي ولم يكن هناك فيه صورة من صور البطولة والتجمع فيها كل الناس رحمة الله اللي مات بقى وربنا دي الصحة للباقي الحقيقة الكابتن حسن قد امكانات كويسة وكان بدأت هنا الرعاية أنا قلت لك من البطولة دي ايوة احنا خرجنا منها كنا 300 في 3 سنين عملنا 2 مليون انت علشان تجيب مورد للأهل يساعد في رجاح البطولة عايز تجيب داخل فاتفقت مع احدى شركات المياه الغازين المياه الغازين هتخش وتنافس وتعمل بيدنج ده سنة 95 من وقتها بدأت فكرة بدأت بقى الرعاية العلانية متوليات اه 2 مليون ومية 5 مليون نصف مليون 15 مليون لحد ما وصلت الى هذه الأرقام فطبعا مسألة ان انت لو فيه جوايز ياريت لكن مش هو ده الهدف ما كانش فيه جوايز لكن عملنا بطولة ورجعنا نظمناها مرة تانية ايه في وقت الكابتر المحرم الراغب برضو ايه اعتقدوا النظم بطولة استضافنا بطولتين بعد كده وبعدين رحنا كمان عملنا ايه لعبنا بقى السوبر النخبة العربية ولعبنا البطولات بدأنا نتواجد في البطولات العربية ورعت بطولة صادقة في ابها كابتر صالح كالرئيس البعث ايه اه بدأ والشي بشي اذكر الفندق الكبير اللي خمس نجوم اللي على النيل اللي استضاف هذه البطولة النادي الاهلي له اسهم في هذا الفندق اللي تنازل عنها او عن هذه الاسهم للنادي الاهلي الأمير عبدالله الفصل رئيس شرف النادي الآلي تنازل عن أسهمه في هذا الفندق للنادي الآلي وما زالت تمثل من سكوك الملكية للنادي الآلي في هذا الفندق وتقريبا معلومة ما يعرفاش حد لا دا تنازل كمان عن أسهمه في جميع شركاته اللي في مصر لصالح النادي الآلي شركة أخشاب ووا ووا يعني وما حدش يعرفها كتير لكنه هو دا يعني لأنه فعلا حد بقيمة الأمير فصل عبدالله الفصل لما يذكر لابد أن جمهور الآلي يبقى عارف حجم العطاء النبي للمحترم اللي قدم فعلا لسنوات طويلة عشان كده هذه المكانة النقية الجميلة لم تكتسب من فراغة بشواندس لا طبعا وكان الرد النادي الآلي أن صلاة خلدوا في الصلاة المغطرة طبعا وأقل شيء يتعمل له إنما عايز أقولي يعني أنه هو توجه زيما أنت بتقول عروبي قومي مش مسألة جواز لأن في الآخر ما كانش فيه جواز أنت شاركت في كل هذه البطولات على حسابك مش بجواز بالعكس لأنه كنت تستضيف المشاركة المرة دي كانت بتخدم أهداف أيضا بدليل على يعني هامش البطولة العربية وأحياء البطولات العربية ودعمها وتقويتها شارك أربع عندية مصرية كمان البطولات السوبر المتبادلة على كاس خادم الحرمين وعلى كاس الرئيس عمفتاح السيسي فلا ده توجه عروبي إحنا يعني بنلتزم به ويعني ما مش الجواز عمرها اللي بتحرك طبعا لو فيه جواز في أي حاجة كويس يعني طبعا حوافز لكن هو ده دور النادي الأهلي وعشان كده لما الخط يحيد عن وضعه ولما الأهداف السامية للناس بتنشدها من هذا التجمع العربي تبتعد ولما تحدث زي ما قال قرار مجلس إدارة النادي هذه الإساءات من جانب رئيس الاتحاد العربي لحق أو بحق مجلس إدارة النادي الأهلي الممثل الشرعي والمحترم لجمهير وأعضاء النادي الأهلي لابد أن أنا أقول ستوب أنا مش هشارك في البطولات العربية في ظل هذا الوضع وده حق طبيعي جدا وحق مشروع ومكفول والناس اللي بتنشده من النادي الأهلي ما بيلوموش مصدر الخطأ ودي نقطة غريبة جدا باستمرار بنتكلم على رد الفعل وما بنتكلمش على الفعل تأشي برضو غريب شوية لكن هذه القرارات التي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي صباح السبت كان لها مردود في السطح الصحفي والإعلامي أنا بس كنت عايزة أعلق على وضوع الجماهير هو يعني على النادي الأهلي أن يقبل أن يلعب بدون الجماهير باختصار يعني في الآخر يا اتحاد الكورة يالي أنت مسؤول عن كل الأندية إذا طلب الأهلي أن يطبق عليه ما يطبق على الآخرين في نقطة حضور الجماهير ترى هذا تحريدا سؤال محتاجين إجابته أنا أعتقد في جزئية التحريض الخبيث أتمنى أن يكون واضح للجميع لما هتسمعه أي حد بيتكلم على جزئية الجماهير يعرفه أنه هدفه يضرب زنبا أو يقدم بلاغ لكن أعتقد الرأي أو الموقف الواضح للقرار ظهر للجميع جريت الأخبار قالت قرارات قوية في الأهلي مقطعة البطولة العربية شكوى للكاف والأولمبية والتمسك بالجمهور والأهرام قالت قرارات حسمة للأهلي في اجتماع طارق الأحمر يشكو الجبلية للكاف واللجنة الأولمبية ويقاطع بطولات الاتحاد العربي الخطيب يتمسك بحضور الجماهير لمباريات فريقه وبانتظام جدول الدوري دون تعديل الأخبار المسائي قالت الأهلي يتحدى الجميع الأحمر يقاطع اجتماعات اتحاد الكرة والبطولة العربية ويتقدم بشكوى للكاف ويتمسك بجدول مبارياته والجمهورية قالت قرر إظهار العين الحمراء الأهلي يقاطع الجبلية المصر اليوم قالت قرارات تصعيدية لمجلس الأهلي مقطعة بطولات الاتحاد العربي شكوى اتحاد الكرة للكاف والأولمبية عدم الاعتراف بأي توصيات تصدر عن رئيس زمالك عدم المشاركة في اجتماعات الجبلية رفض تعديل الدوري والتمسك بحضور الجماهير للمباريات جارت الوطن قالت الأهلي يتحدى الجميع مجلس الخطيب يعلن قاطعنا اتحاد الكرة والبطولات العربية ونرحب بتأجيل اي لقاء لفريق يخشى مواجهتنا الوفد قالت الأهلي يتحدى الجميع مش عجباني نبرت اظهار التحدي والأهلي مش هدفه ده خالص الوفد الأهلي يتحدى الجميع هو ده موقف الوفد بقالهم فطرة لا هو اكتر من جرنان لفظ التحدي الجميع لفظ غلب على كتير من العنوين لكن هي يمكن الحتة الصحفية اللي بتبقى ميالة انه فيه خناقة وفيه مصارع رومانية الوفد قالت الأهلي يتحدى الجميع الأحمر يقرر شكوى اتحاد الكرة للأولمبية والكاف ومقطعة البطولات العربية والمساء قالت الأهلي يلقي طوق النجاح لاتحاد الكرة تأجيل مباراته مع بيراميدز لما بعد قمة القطبين جاردة الأخبار الأستاذ عصام السباعي كتب أيضا في زاويته بوكس فخور بقرارات مجلس دارة النادي الأهلي قوية وحازمة ومحترمة وتغطي الأثار السلبية للتقصير الشديد من جانب اتحاد الكرة والجهات الإدارية سواء من ناحية التنظيم أو القيم الأخلاقية وحتى لو كانت النتيجة أن يلعب في الدرجة الثالثة فسيظل هو الأهلي بشموخه وقيمته الأخلاقية والتسويقية وسيظل في قلوب جماهيره وكل عشاق الرياضة الأصليين هو بطل دوري وكأس محترمين أو المحترمين في الأخبار أيضا كتب المحترمين آه دوري وكأس المحترمين هو عمله وعمله طولة سب دوري وكأس المحترم بالضبط في جاردة الأخبار أيضا كتب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين السابق مقالة في الحقيقة مهمة لأنه كمان لما الأستاذ جلال عارف يمد ألمه في جزئية الرياضة بتبقى ليها عمق شوية قال الأستاذ جلال عارف ما حذر منه الكثيرون ونحن منهم وقع ولم تكن حالة الاحتقام في الوسط الكروي أمرا طبيعيا على الإطلاق ولم تكن المنافسة التقليدية بين الأهل والزمالك هي السبب فالمنافسة موجودة على الدوام وكانت أحد عناصر التشويق وليس الاحتقام حين كانت الأمور محكومة بأخلاقيات الرياضة كما مثلها محمد حسن حلمي في إدارة الزمالك والتيتش وصالح في إدارة الأهل وأيضا لم يكن دخول منافسين جدد على المقدمة أمرا جديدا فقد عشنا زمنا كانت فيه المقدمة للإسماعيلي أو الترسانة أو المحلة أو الأولمبي دون أن تتأزم الأمور أو تلتهب المشاعر كنا ننتظر أن يكون هذا الموسم بداية جديدة للكرة المصرية تعبر فيه إخفاقات الماضي القريب وتداوي فيه الجراح وتعود فيه الجماهير للملاعب ويتعاون فيه الجميع في مواجهة من يصرون على إثارة الشغب على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مدرجات الملاعب أو في برامج الإعلام لكننا للأسف الأساس جلال عارف لكننا للأسف الشديد وجدنا الأخطاء تتراكم وتمر دون حساب وكان هذا وكأن هذا قد أصبح أمرا طبيعيا بعد أن مرت فضيحة مونديال موسكو بلا مساءلة وبدون حساب طبعا خلاص استسهلوها ويضيف الأساس جلال عارف هبطت لغة الحوار إلى درجة لا تصدق أصبح الرتح أمرا طبيعيا عند بعض من يفترض فيهم أن يكون القدوة للجماهير وأصبحت استفزاز عملة رائجة في أسواق التحريض وخلق الإحتقان وتوهم البعض أنهم يملكون حصانة مالية من يتوهمون أنهم يملكون حصانة مالية أو غير مالية ليخالفوا الأعراف والقوانين وعندما تحملت مصر مسئولية استضافة نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تصورنا أن المناخ سيتغير وأن الكل سيتقدم ليتحمل نصيبه من المسئولية كما حدث في عام 2006 حين أنجزنا أفضل بطولة إفريقية لكن يبدو أن البعض مازال أسير حساباته الصغيرة والبعض الآخر مازال يتصرف بنفس الروح التي صاحبت مشاركتنا السيئة في مونديال موسكو والتي يبدو أنها حريصة على استمرار الاحتقان في الوسط الكروي وتصاعد العمل ضد الكرة في مصر وبيضيف الأستاذ جلال عارف بعيدا عن التفاصيل الصغيرة هل يمكن أن نتوقف جميعا عند بيان النادي الأهلي وننطلق منه للبحث عن طريق لتصويب الأوضاع؟ الكل يعرف أين الخطأ ويعرف أن الحسم السريع مطلوب وأن استمرار الاحتقان جريمة وأن البلطاجة في الملاعب بالسلوك أو بالمال ينبغي أن تتوقف على الفور طيب حاخد من الآخر باراجراف اللي هو نقطة اللي أنا كنت بادي بيها اللي في تتاحية بتاعت الله الوسط الرياضي ينتظر أو المشهد الرياضي ينتظر الرجل الرشيد اللي هو بيطالب أنا مكونش أريد اللي أستاذ جلاب العارف يعني لكن هو تشعر أنه هو بيعايز كده والأما أنا الأوانة لنا أن نتوقف جميعا وننطلق من هنزل هذه اللحظة عشان نبتدي نتصرف بمسؤولية ونتصرف بسلوك ريادي ونتصرف بما يلوم الشامل ولا يفرق عشان شاد كورة هنقعد نعمل كل الكلام ده ونهين بعض وأمر غريب إنما اتكلم كمان على موسكو وبرضه أنا بيحضرني هنا أن المشهد الرياضي وإحنا دخلين على تنظيم كأس أفريقيا لو ترجع إحنا من شهر لما الدنيا هديت شوية وأنا قلت هل ممكن أن نشيع جو من التفاؤل وفي نغمة هادية وفي فاكر أنت الحلقة دي برضو نجيبها مرة كده نذكر بيها كنت متفائل جدا لقيت إيه النغمة الحلوة الهادية اللي ابتدنا كلنا نتكلم بيها وتصورت أن كل واحد فينا حينشغل إزاي يقدم أعلى مستوى ويقدم نفسه في أحسن صورة مرة واحدة وبدون مناسبة عدنا لمشهد وأجواء ما قبل كأس العالم والفوضى التي صادفت مشاركة مصر ها والمشاكل التي صادفت مشاركة مصر المتخب مصر النهاردة إحنا عايشين مسهد نفس المشاكل نفس الدوشة لا عايزين فعلا زي ما الأستاذ جلال كده نتبن هذه المبادرة ونشوف كلنا قال لك ولتاكم في قرارات النادي الأهلي نقطة انطلاق الأخطاء وصحة يسيدي عشان الناس ما تقولكش كل حاجة لا اعمل مبادرة على نفس المستوى وإحنا مرحبين بيه أي حد لكنه على فكرة مين المسؤول يعمل دي اتحاد الكورة بدل ما تطلع في سلبيات في الموقف واتحرض على أهلي يا عم ابتدي حط نظام وابتدي ألزم بالجميع وابتدي باين كده أناك فعلا على مسافة واحدة من الجميع وابتدي فكر ناس خليكوا معانا يا جماعة كلنا بجماهيركم عشان ننجح البطولة دي ولا أنت مش واخد بالك أنك أنت محتاج لكل جماهير مصر معاك طيب أستاذ جلال عارف أشار بمسؤولية حقيقة وبخبرة وبعمق لفكرة الحصانة المالية أو غيرها والحديث عن يعني هي الناس فاهمة أنه بفلوسها تقدر تعمل كل حاجة أو غيرها دي أهم حاجة أو حصانة يعني بالحصانة المالية أو حصانة غير من المالية وهنا الحصانة البرلمانية لازم أن تكون حاضرة في السياق لأنه الناس لما بتتكلم على تجاوزات رئيس نادي زمالك يتم الدفع بشكل مباشر بالحصانة البرلمانية في أرشيف مالك وكتابة لقينا الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي زمالك نفسه في لقاء سابق مع الكابتن أحمد شبير حدد مشاكل الحصانة البرلمانية وقت ما كان بيشتكي من أحد أعضاء مجلس البرلمان أو أعضاء مجلس الشعب أنه برى المجلس بيمارس من التجاوزات ما لا يجب أن يتمتع به وده اللي قاله رئيس المجلس الشعب السابق الدكتور فاتح سرور في مناسبات كتيرة لبعض الأعضاء الحصانة للعضو داخل البرلمان عشان تحميه من منقشة السلطة التنفيذية مش عشان برى قاعة المجلس يستخدمها في أي تجاوزات ده مش رأيي ولا رأيي الدكتور فاتح سرور ده رأيي مرتضى منصور نفسه حين أنا لقى رأيي في موضوع رفع الحصانة الدستور لما اداله الحماية هو الحصانة عن أقواله وأفعله داخل قبة البرلمان مش عنشتينة الناس في التلفزيون وفي الجرائد ومع ذلك هنفوح الله عليك لا فضى فوق هو كلام على كل الناس إلا أنت يعني أنت قلت الدستور ده أنت اللي قلت وشرحت لنا وكناش نعرف يعني هنعتبر نحن لما كناش نعرف أنت اللي شرحت قلت لنا أن الحصانة داخل قبة البرلمان ضد تعصف السلطة نتيجة عراض بتتبناها وبتقولها أو محاسبات لمسؤولين داخل قبة البرلمان ماش عشان تتمتع بها للإساءة للآخرين خارج البرلمان طيب برضو في تعليقات النقاد والإعلاميين عن قرارات مجلس إدارة النادي الآلي نشوف الأساس فتح السند في قناة MBC مصر كيف رأى قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي وأسبابها النادي الأهلي الفضل يتعامل مع القضايا والمشاكل بشكل سلبي كان بيتعرض الانتقادات كثيرة من رأي العام الأهلاوي من جمايره أنه بيتنازل عن كبرياءه ما بيخش قرارات في الوقت المناسب ما بيردش على التهمات التي بتوجه ليه ظلت إدارة النادي الأهلي في ضغوط كثيرة جدا ممتدة المفعول منذ فترة ثم جاءت الفرصة مواتية لإدارة الأهلي أن ترد بقوة لتقول لغير عام لأ النادي الأهلي إدارته متزال قوية ومتمسكة هذا سر القوة والعنف في البيان سر القوة والعنف أنه كان هناك ضغوط شديدة استمرت إدارة النادي الأهلي تتعامل مع المشاكل والأزمات بشكل لا يعكس بالفعل يعني كبرياء وقيمة النادي الأهلي وتعرضت إدارة النادي الأهلي لهجمات كتيرة جدا جدا ما بتردوش ليه ما بتتكلموش ليه ما بتاخدوش موقف ليه فأنا بشوف أنه اللي حصل في الاجتماع الأخير لإتحاد الكورة من يعني أزمة أو أزمات نتيجة دخول رئيس نادي الزمارك الجلسة وخروج خالد مرتجي ثم الحوار اللي دار بينهم ده كان يعني السبب الرئيسي في أن إدارة الأهلي يعني لقت فرصة مواطية جدا جدا أن ترد على كل الاتهامات عن مجمل الأعمال يعني مجمل الأعمال التي بدأت منذ أزمة عبدالله السعيد وما تبعها بعد كده فأنت شايف أنه من أيام عبدالله السعيد الأهلي لم يرد لم يرد على الإطلاق في كتير من القصص النهاردة بعد القصص مثلا تك بتقول نهاردة قدام أكبر قضية رأي عام رياضية في تاريخ القرى المصرية ليه أكبر قضية رأي عام في تاريخ ليه بقى حولك ليه لأن دي القضية الأولى التي الزمالك طرفا فيها والأهلي طرفا فيها والتحاد الكورة طرفا فيها ثم دخول بيراميدز هطلع بيراميدز أهلي زمالك اتحاد الكورة دول أكبر ثلاث أحزاب في مصر للصبر حدود دي ملخص كلمة الأساس فتح سنة دي كابتن أحمد شوير في الإزاعة أيضا في إزاعة أون سبورت نشوفه كيف قرأ قرارات مجلس إدارة الأهلي الأهلي أصدر بيان من 8 نقاط بيان كان قوي جدا ولكنه الحقيقة لازم الناس تشوف كويس قوي المكتوب في البيانات في وسط كل البيان وقوته مقاطعة البطولة العربية شكوى اتحاد الكرة للكاف شكوى للجنة الأولمبية وحضور جماهير ولكنه في النهاية قال لك إذا كان فيه فريق مش عايز يلعب قدامنا دلوقتي وما أجلوله الماتش البعدين فالأهلي قد فتح الباب عشان الحل ما هو أنت لازم يا جماعة في حاجة اسمها تفاوض إيه هو التفاوض كل واحد في التفاوض بيتمسك بحاجة وبيسيب حاجة لازم تسيب حتة صغيرة كده أمال الباب يتفتح إزاي ما هو لازم الباب مفتوح لازم ما هو أنت مش هتاخد كل حاجة أنت داخل عندك 10 طلبات لو خدت 7 8 9 هاي ممتاز جميل جدا يعني إتحاد الكرة التقط الخد بشكل جيد وفي التو واللحظة أنت عارفين كان فيه اجتماع قبلها بيومين اجتماع ده شهد أحداث كثيرة جدا يعني بعدها إتحاد الكرة أحال الأمر إلى لجنة مصابقاته برقاسة عمر حسين عمر حسين النهاردة رح أصدر قرار مباشر سريع بتأجيل مباراة بيرامدز الأهلي أو الأهلي وبيرامدز إلى ما بعد لقاء الأهلي والزمالك اللي قام في 30 مارس طيب نشوف برضو الزميل إبراهيم فاي وزن قرارات مجلس إدارة الأهلي إزاي واهتمام الكابتن الخطيب بيها إيه نشوف يا قرارات توصف بأنها قرارات في منتهى القو لكن إيه اللي حصل بالزبط؟ اللي حصل إنه كابتن محمود الخطيب من المبارح ترك النادي الأهلي في وقت متأخر حضرتكم عارفين يمكن من يوم الأربع أو من يوم الخميس إنه الأهلي قال في اجتماع طارق حيكون يوم السبت كل كان متخيل إنه هيبع عصر يوم السبت حياء إنه رغم إنه كابتن محمود الخطيب مش مبارح في وقت متأخر إلا إنه حرص على إنه يبقى موجود في النادي الأهلي النهاردة ساعة سبعة ونص صباحة فده يعكس لك مدى قوة القرارات واهتمام الأهلي بهذه القرارات تحديدا اللي حصل إنه القرارات دي جاد بعد توقيت بعد توقيت أو بعد فترة من الصمت بل وصمت التام من النادي الأهلي حل أي شيء حصل تجاهه خلال الفترات اللي فاتت ولذلك كان الرد من خلال هذا البيان البيان اللي شعرت جمهير النادي الأهلي فيه إنه يضع النقاط على الحروف بالكثير من النقاط على الحروف ويحدد خريطة الفترة المقبلة بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي وبالنسبة لسياسات النادي الأهلي في الفترة المقبلة ركز في كل كلمة أنا بقولها لأنه كل كلمة بعنيها تماماً فيما أتعلق بشعور جمهير النادي الأهلي حيال هذا البيان ماذا عن بنوده؟ إنه البنود النادي الأهلي نهاردة أتكلم فيها بنود قوية ومنها بنود غير متوقعة فخلونا نشوف أول قرار في قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم واللي كان طريق وهو فعلاً كان اجتماعاً طريقاً وخلص في وقت زي حضراتكم طويل جداً جداً قبل ما حصل صدور لهذه القرارات اللي كانت له وقع كبير جداً على الوسط الكروي والوسط الرياضي في مصر وماذا عن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم؟ الاتحاد ممثلاً في لجنة المسابقات كان أخذ قرار بتأجيل مباراة الأهلي والبيرامدز وهو القرار اللي النادي الأهلي فتح مجال ليه يعني الأهلي في بيانه قال إحنا ما عندناش مشكلة إذا الطرف الثاني عايز يأجل فأجل أجله بعد 30 مارس ده معناه إيه ودي نقطة الذي أكد عليها كابتن شبير وأكد عليها الأستاذ إبراهيم فيئ أن الأهلي لم يكن متعصفاً وبيستعرض القوة ده بيدي من المرونة وأنه يقبل حلول محاياة لفتاح الحل عنده مرونة نقبل الحلول اللي تريح غيره كمان لكن ما تعبص في حقوق أنا بس أما الأستاذ أحمد موسى فكان له برضو تعليق يعكس رؤيته على هذا المشهد لازم أحيي كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي عملوه النهاردة هو ده الصح الأهلي هو أهلي الأهلي ما بيتخنقش الأهلي ما بيشتمش الأهلي ما بتطوالش الأهلي نادي المبادئ نادي المبادئ حافظ الأهلي وبيحافظ على هذا الكيان الكبير أهلي بيتعرض لحملات غير مسبوقة بقى لها فترة والناس لازم تبقى عارفة هو الأهلي النهاردة الأهلي النهاردة لو ملعبش كورة في كرة في مصر بسأل سؤال إذا الأهلي ما لعبش كورة في كرة في مصر عايزين تقولولي أنا يعني كلام محدد جدا بلخص اللي احنا بنقوله ده اللي أستاذ أحمد نوسى بيتكلم عن القضية وهو في أثيوبيا في أثيوبيا لكن الكلام المقتدب ده بيلخص الموقف الأهلي انطلاقا من قيم ومبادئ وأصبر وصمت أنا الأوان لو أن يتحدث عن حماية مصالحه لا بيشتم ولا بيتطاول ولا بيشتم ولا بيتطاول ولا ده إسلوبنا ولا حد مطراب يقول إلي يعرف عمل غير كده فالحقيقة قد تسمع في الفترة القادمة سبابه تطاول أكتر من الأول كمان وهنا حنقول هو كل واحد عايز إيه يعني لما أكلمك بالهدوء وبتاعه بفتح لك مرونات وكده يبقى أنا عايز تهدئة وأنا عايز حقي لما ترد بالتطاول والشتيم والتصعيد يبقى أنت عايز المشهد يظل ملتهبا على الرأي العام أنه هو يقيم ويفهم ويفرز ودمتم للأهل ويستمتع بما أبدع سمو الأمير عبدالله الفصل ولحن الموسيقار الكبير محمد الموجي وغنى العندليب عبدالحليم حافظ لزين النوادي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح على خير ترجمة نانسي قنقر